على وقع عقدة التأليف الحكومي اللي وقفة بوجه إعلان أي تشكيلة وبالتالي تحقيق الإصلاحات المطلوبة رجعت السلطات الفرنسية تنشط على الخط اللبناني من أرض الواقع مباشرة حيث بعت الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكروم موفده باتريك دوريل بزيارة بتشمل عدد من المسؤولين اللبنانيين والفرقاء المعنيين بعملية تأليف الحكومي وبحسب مصدر مطلع الزيارة فالموفد الفرنسي إجا بعد ما لمس احتدام الخلاف الحكومي بين رئيس الجمهوري ميشيل عون والتيار الوطن الحر من جهة ورئيس الحكومي المكلف سعد الحريري من جهة تانية بهدف التعرف على مكمن العقد بين الطرفين ومحاولة خرق جدارة المصدر لفت إلى أن الموفد الفرنسي بلش من خلال زيارته للفرقاء يضغط على المسؤولين لتحريك المياه الركدة بعملية التأليف الحكومي وللتسكير بأن الجانب الفرنسي ناطر تشكيل حكومة جديدة لإطلاق إيد المساعدات الدولية لما في غير سبيل لا ينتشى اللبنان من أزماته وعبر دوريل عن انزعاج الألزام من استخفاف الطبقة السياسية اللبنانية بشعبة وبالوضع الاقتصادي اللي عم يمرق فيه كما عبر عن انفتاحه على أي صيغة ممكن تنوضع تارك حرية وضع التشكيل الحكومي مهما كان شكله وحجمه وتركبته للفرقاء اللبنانيين يتفقوا بين بعضهم ولفت المصدر إلى أن دوريل ما حكي عن عقوبات مثل ما تم الترويج بالإعلام إنما وصل رسالة باريس بلهجة آسيا ولوح بخطورة هذا الأمر على لبنان وشعبه وبسياء زيارته لطرفين السناء الشيعي رئيس كتلة الوفاء للمقاوم النائب محمد رعد بحارة حراك ورئيس مجلس النواب نبيه بره بعين التيني أعرب دوريل بحسب المصدر عن تعويله على دور السناء بلجم الخلاف بكل الطرق السياسية وغير السياسية خاصة بعد ما اقتنع أن السناء ما قلن أي علاقة بالعائد الحكومي أو الخلاف هذه المرة وشدد المصدر على أنه اللي تبين للموفد الفرنسي أنه ما رح يكون في حكومة بالمدى المنظور يعني على الأقل من اليوم لأسبوعين محمد زهوي تلفزيون نشرة ما تنسوا تعملوا السبسكرايب على يوتيوب ولايك رصف حتنا على فيسبوك